موسيقى موسيقى بديت تجميع المقتانيات الإسلامية والمستشرقين هاي هواية من صغري كانت تثيرني بهالمانا هذا المصار ردت عندي الإمكانية اللي أجمعها وأبتدي وقدرت أشتريها كنت ألف ماكن كثيرة في العالم لأحصل على أفضل شعب أستفيد من خبرات الناس يعلموني كيف الصح من غلط لأنها تعرفين أمور تزوير كثيرة موسيقى في مقتانيات يا مدقلين أو لوحات نتكلم إذا ما نطلع عن الحضارة الإسلامية أياما لأن أثارتنا رأب فهتموا فكان بالنسبة لي شيء جميل أن نشوفه ونحصل عليها ونسترجعها وبهالما وعدين دخلنا في الوقتانات الإسلامية بعد اللوحات المستشرقين الوقتانات الإسلامية صراحة جميلة جدا يعني ما فيه إنسان ما شافه لم يعجب فيه من خط ومن زخارف ومن نوع القماش اللي يختاروا وكانوا يبدعون في الأمان ديناصرات أيضا لهم نوعيات وجودة ونسبة الأظام الأصلية اللي فيه في بعضهم مثلا في دبي تسعين في المئة تقريبا هذا كامل اللي شفتوا عندي معروف هذا تيركس هذا نادر هذا تقريبا ستين في المئة الأظام الأصلية دخلنا في المجال هذا وصرنا ما أدري كويسين فيه وثلاثة يمكن أو أربعة في العالم اللي يتعاملون في ديناصرات نحن واحد منهم الحمد لله شفنا القراءة الكويس كثير كان يسألونا ليش ما دخلته في عالم المدن آرط فخدت بيت ثاني جنبي ليكون العرض المدن آرط اللي هو الفن الحديث بس بشكل تقريبا شهري نغير المعرض نختار الفنانين المرموقيين في المجتمع المعروفين المقيمين بفضل المقيمين طبعا لأن الفن ما لهوي وما لجلسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة